حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وخرجت من البيت وأنا غاضب وقلت علي طلاق لن أعود إليها ولن أعاشرها قبل شهر وإن عدت فهي طالق بثلاث قلت هذا ثلاث مرات ولكني بعد مضي أسبوع فقط من ذلك عدت إليها وعاشرتها فما الحكم فيما حصل مني من طلاق هل يقع منه شيء أم لا وماذا يجب علي أن أفعل الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن ما ذكرته من الغضب الذي حصل معك على زوجتك وتلفظ بالطلاق هذا أمر لا يحسن منك فإنه لا ينبغي للزوج أن يتخذ الطلاق دائما على لسانه ويتكلم به إذا ما حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم لأن الطلاق أمر لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه وعند الضرورة إليه أما أن يهذو به الرجل ويتلفظ به من غير مبرر ثم بعد ذلك يقع في الحرج ويلتمس الفتاوى فهذا أمر خطير يوقع الزوجة ويوقع المفتي في حرج منه أما بالنسبة لما حصل فإن كان الغضب الذي حصل معك غضبا مستحكما زال معه شعورك ولا تدري ماذا قلت فهذا لا أثر له أما إن كان غضبا دون ذلك وأنت تستشعر ما تقول وتعقل ما تقول فإن كان قصدك من التلفظ بذلك منع نفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها أثناء هذه المدة التي حددتها فإن هذا يجري مجرى اليمين ويكون فيه كفارة يمين عطق رقبة فإن لم تجد عطق رقبة أو طعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخير بين هذه الأمور الثلاثة العطق إن تيسر أو الإطعام أو الكسوة والإطعام يكون لكل مسكين نصف صاعب من الطعام المعتاد في البلد نعم على عشرة أشخاص وكذلك الكسوة لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته وما زاد على ذلك فهو أفضل فإذا لم تجد شيئا من هذه الأمور الثلاثة فإنك تصوم ثلاثة أيام أما إن كنت قصدت من التلفظ بالطلاق إيقاع الطلاق وقصدت أن تطلق زوجتك إذا اتصلت بها أثناء هذه المدة فإن هذا يكون طلاقا فإذا خالفته فإنه يقع الطلاق وبما أنك كررته ثلاثة مرات فإنه يكون طلاقا بائنا بأنه يقع ثلاثة طلاقات إذا لم تقصد التأكيد بتكراره وإنما قصدت بكل لفظة طلاقا آخر فإنه يكون طلاقا ثلاثا بائنا بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر يتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل ويطلقها تطريق اختيار ورغبة عنها هذا إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق أما إذا كنت قصدت منع نفسك من الاتصال بها خلال المدة هذا يجري مجرى اليمين كما ذكرنا وفيه الكفارة بارك الله فيكم